بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ واحدة من أكثر الشخصيات الأدبية الشعبية أو المشهورة في الأدب الأمريكي هي امرأة والتي قضت تقريبا نصف عمرها الطويل في الصين بلد في قارة بطع بتبعد آلاف الأميال عن الولايات المتحدة الأمريكية In her lifetime أثناء حياتها She earned this country's most highly acclaimed literary award قد اكتسبت طعن أكبر جائزة أدبية في هذا البلد ليطع اسمها The Blutzer Prize جائزة Blutzer And also the most prestigious form of literary recognition in the world وأيضا طبعا هنا اللي هي طبعا الجائزة أو الأطراف الأدبي أو أكبر شكل ذو هيبة أو قيمة من الأطراف الأدبي في العالم اللي هي طبعا The Nobel Prize جائزة Nobel For literature للأدب By the second book was almost a household word إبقى By the bird is book طعن دا اسمها اسم المؤلفة طعن دا اسم بطبر بتردد في كل بيت through out much of her lifetime خلال طبعا طوال عمرها أو طوال حياتها because of her prolific literary output بالسبب طبعا إنتاجها الأدبي طعن لهو كان بارد which consisted of some 85 published works والذي تكون من طعن 58 أعمال مطبوعة including several dozen novels متعددة طبعا عدة قصص طعن دا اسم ليهة داستة طعن داستة ناشر إبقى عدد من الدوست من القصص six collections of short stories وطعن ستة مجموعات من القصص القصيرة fourteen books for children واربعتاشر كتاب للأطفال إبقى كتب القصص كتب short stories كتب القصص للأطفال and more than a dozen works of non-fiction وأكتر من دسة من الأعمال طعن الغير خيالية when she was 80 years old لما كان عندها 80 سنة some 25 billions were awaiting publication الحوالي 25 مجلد كانوا بينتظروا الطبعا أو النشر many of those books were set in China كثير أو العديد من هذه الكتب قد تم طعن كتاباته أو طعن النشأة بتاعته في الصين داستة طعن ستة اللي هي المكان اللي يكون فيه الكصة أو مسرح الكصة الأرض التي قضت كثيرا جدا من حياتها her books and her life served as a bridge فكتبها وحياتها خدمت ككبري between the cultures of the east and the west ما بين ثقافات الشرق والغرب as the product of those two cultures لأنها طبعا نتاج كل من هاتين الثقافتين she became a described as she طبعا فوضي شي فهي أصبحت كما وصفت نفسها mentally biopocal عقليا ذو طبعا biopيكي بمعنى اثنين وبوكال لها تركيز وبتركيز على حقين her unique background made her into an unusually interesting and very style human being طعن خلفياتها الفريدة جعلتها طبعا إنسان أو شخص very style متعدد المواهب وأن يكون مدهش بطريقة غير عادية as we examine the life of pearly bark بينما نحن بنبحث حياة هذه المؤلفة we can't help but we be aware that we are in fact meeting three separate people ألا عندما لا نتمالك we can't help معناها لا نتمالك ولكن بأن نكون مدركين بأن في الحقيقة نحن نقابل ثلاث شخصيات منفصلة أو منعزلة a wife and mother and mother and mother an internationally famous writer إبا كاتبة مشهورة دوليا أو عالميا إبا كده واحد الاثنين الثالثة and a humanitarian and a philanthropist طعن humanitarian لو بيكون بالأشياء الإنسانية أو philanthropist طعن لها بيكون من philanthropist اللو هو الإحسان و philanthropist اللي طعن شخص محسن لازي بنيفكتر لو فاعل خير one can't really get to know بيرلي باك without learning about each of the three هل الإنسان لا يستطيع حقا أن يعرف بيرلي باك دون أن يتعلم عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة though honored in her lifetime with the William Dean Howell a medal of the American Academy of Artists and Letters على الرغم من أنها قد كرمت في أثناء حياتها بالجائزة طالية بتاعة William Dean Howell صنديم لها الأكاديمية الأمريكية للأداب والفنون والأداب بأرتيس للفنون لطرز الأداب بالإضافة إلى جائزة نوبل وجائزة بولتزر اللي احنا وناهم في الأول لأنه يسأل على لي برضو سؤال بالباك as a total human being بأهل هي طبعا كإنسان كل أو متكامل not only a famous author وليست مؤلفة مشهورة as a captivating subject of الصدية فهي موضوع بيثير الانتباع وكابتيباتنج بيأسر المرء اللي كي يدرسه اللي كابتيباتنج معناه مؤثر أو فتان نشوف الأسئلة ويجابتها مع بعض عندي أول سؤال what's the author the main purpose in the passage ما هو الغرض الرئيسي للمؤلف من هذه الكطعة طعنة تبع الإجابة لترسي to indicate the background and diverse interests of pearlybuck إبعا ليدل على الخلفية والاهتمامات المختلفة اللي المؤلفة لها pearlybuck السؤال الثاني according to the passage تبقى للكطعة pearlybuck is known as a writer of all of the following except اللي pearlybuck معروف ككاتب لكل الأشياء التالية ما عدا طعن قصص كتب قصص أطفال أو كتب للأطفال كتب قصص قصورة كتب كتبت لكن طبعا ما كتبتش بطرل والشعر سبعتاشر which of the following is not mentioned by the author as an award received by pearlybuck أي من التالي لم يذكر بواسطة المؤلف كجائزة تلقتها pearlybuck طعنة تبع لطربي ليزن يو بري ميدل طمنتاشر according to the passage تبقى للكطعة pearlybuck was an unusual figure in American literature in that she إبقى pearlybuck كانت شخصية غير عادية في الأدب الأمريكي في الطعن في آتي طعنة تبقى الإجابة هاتبقى هنا لطرق لأنها كتبت بطريقة طعن إكستنسيبلي بطريقة مؤثرة عن ثقافة مختلفة تماما طعن إكستنسيبلي مكسفة إبقى كتبت بطريقة مكسفة عن ثقافة مختلفة جدا رقم تسعة عشر according to the passage تبقى للكطعة pearlybuck described herself as mentally powerful إبقى وصفت نفسها بأنها طعن زو تركيز مزدوق عقليا to suggest that لكي تشير أو تقترح بأن she was طعنة إبقى الإجابة لطرد equally familiar with two different cultural environments إبقى بطريقة متساوية متعمل بثقافتين مختلفتين أو بيئتين ثقافتين مختلفتين رقم اثنين رقم عشرين The author's attitude towards pearlybuck could be described as إبقى لاتجاه المؤلف نحو pearlybuck ممكن نوصفه بأفضل طريقة بأنه هو تنتيبه admiring بأموغة بشخصيتها واحد وعشرين why is pearlybuck so important إبقى ليه هي مهمة جدا طعنة إبقى الإجابة she made achievement حقاقة إنجاز كسبت جوائز وكذو عمده طبعا أدب زي موانا اختصر أو كان بمسابق قبري ما بين ثقافتين مختلفتين لأمريكا والصين رقم اثنين وعشرين الكثير من الكتب متعتبر كانت طبعا مكتوبة أو المنشأ بتاع طعنة إبقى إن اتشين إبقى في الصين شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته